أهلا بكم تابعين قناتي قناة مصر الآن يشهد السلساء أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ وتستمر الانتخابات خلال يومي 11 و 12 أغسطس في الزل توفر الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة بالتوافق مع الهيئة العليا للانتخابات أطلق عدد من الناخبات أمام لجنة شبرى أصوات الزغاريت احتفالا بنجاح عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقامة حاليا على مستوى الجمهورية أما بالتجمع الخامس لفت الأنظار مشهد رقص لكبار السن يوم السلساء الموافق 11 أغسطس بعد رقصهما بالعصى وإطلاق الزغاريت أمام اللجنة الانتخابية لمجلس الشيوخ وأمسكت سيدة بن نبوت لترفع أصواتها بالزغاريت احتفالا بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي تستمر حتى يوم غد الأربعاء أما الحاجة اللي سخنت في الفيديو وقلعت الخمار فأكيد باباها هو اللي مترشح للانتخابات وكمان عرض في مقطع فيديو لمواطنين يقومون بإدلاء أصواتهم من داخل إحدى لجان محافظة المنوفية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 ويظهر بمقطع الفيديو فرحة عارمة من قبل الناخبين مع أصوات زغاريت خلال الانتظار في طوابير للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ وعن أهمية مجلس الشيوخ يعد مجلس الشيوخ هذا النوع من المجالس الحكماء يحظى بأهمية كبيرة في الحياة الديمقراطية وفي هذه التوقيت كان لابد من وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية لمعاونة مجلس النواب على سن القوانين في كافة المجالات بطريقة تضمن الشفافية والاستفادة من الخبرات الوطنية بما يساهم في تخفيف الثقط من على عاطق البرلمان كما يعد مجلس الشيوخ والنواب هما الواجهتان للسلطة التشريعية في مصر ولكلا منهما دوره واختصاصه الذي يعد استكمالا للآخر والتشريع الذي يعد من اختصاص مجلس النواب لا يمكن أن يكتمل إلا باستشارة أصحاب التخصص والخبرة الذي يمثله مجلس الشيوخ وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية